بفيض من الدموع ووسط هتافات المشيعين ودعت هذه الأم المكلومة ولدها جبريل اللدعى 17 عاما والذي التحق اليوم بكوكبة من الشهداء الذين سبقوه إثر رصاصة من قوات الاحتلال استقرت بالرأس ليرتقي مباشرة بعد اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عقبة جبر فجر اليوم حكولي جبرين متصابر كتفه فسحبت حالي وروحت على المستشفى أشوف أول ما فدت المستشفى له مستشد ماكي الرصاصة براسه جبرين شاب زي هالشباب الفلسطيني بحب الحياة بحب الوطن شونا نعمل طلبها ونالها الله رحمه منذ هذا الصباح اقتحمت قوات كبيرة مخيم عقبة جبر واعتقلت شباب وقتلوا الشهيد جبرين محمد خليل والجرحة أكثر من خمس جرحة في إصابات منها خطيرة نحن حقيقة بالناشد العالم نحن بدنا حماية دولية من هذا الاحتلال وانه احنا بنقول انه ما يتركوا مخيم عقبة جبر فريسة لهذا الاحتلال ينهشها متى يشاء وكيف يشاء أيام صعبة يعيشها أبناء محافظة أريحة عشرة أيام ووتيرة الاعتداءات لا زالت تتزايد بحق أبناء شعبنا فلم يكتفي الاحتلال بالحصار المستمر لليوم العاشر على التوالي لينوع في جرائمه الميدانية عبر اقتحاماته المتكررة لمخيم عقبة جبر والتي نتج عن آخرها شهيد وحلتي اعتقال وستة إصابات مدينة أريحة تتعرض لحصار مشدد منذ فترة طويلة ويستهدف أبناء شعبنا في محافظة أريحة والأغوار وبالأخص مخيم عقبة جبر اليوم وصلت ستة إصابات بالإضافة إلى شهيد هنا إصابات كلها رصاص حي الشهيد هي إصابة مباشرة قنص مباشر عملية قتل مباشرة وقتل ممنهج من قبل الاحتلال الإسرائيلي لهذا الشاب إصابة في الرأس بالإضافة إلى هناك إصابة سيدة في الأربعين من عمرها إصابة كانت في قنبلة تفجير في القدمين هناك كسور مزدوجة في قدم الساق بالإضافة إلى تهتك في العضلات تم تحويل ثلاث إصابات بما فيهم السيدة إلى مجمع فرستين الطبي لأنها ستحتاج إلى تدخلات جراحية بما فيها الأعوى الدموية بارتقاء الشاب جبريل يصل عدد شهداء المخيم إلى تسعة شهداء منذ مطلع العام الجاري ستة من بينهم لا زالت جثامينهم محتجزة لدى سلطات الاحتلال هنا يرقد الشهيد جبريل ليلتحق بكوكبة الشهداء الذين سبقوه والقافلة تطول من مقبرة الشهداء في مخيم عقبة جبر إلهام هداب تلفزيون فلسطين